وأكلتنا النهاردة هي الفراخ الروستد بحشو الروز والفاصولية الفاصولية البيضة وبشكر شاف الشريف عفيفي اللي بيبهرنا بالأكلات دي طيب جهز يا فلافيوم هتحفظها هتسمى حالي في الفاصل التحور الناس اللي في العربيات دلوقتي يحاولوا تحفظوا الأكلة اللي بيسمعونا في المترو برضو يحفظوها على قد ما تقدروا طيب نقول حنجيب المأدير وعدك نقول طريقة التحضير المأدير حنجيب فرختين كاملين مش متقطعين ملح وفلفل زيت فاصولية بيضة مسلوقة اتنين كيس خضروات مشكلة بصل مفروم ورق لورو كاري زبدة تلاتة لمون كبير كامل برضو حاول ما ادير مرة كمانية اتنين دجاجة تكون كاملة ملح وفلفل وعايزين زيت وعايزين فصول يا بيضا مسلوقة وعايزين اتنين كيس خضار مشكل وبصل مفروم وورق لاور وكاري اللي هي بودرة الكاري ممكن وزبدة وثلاث لامونات كبار كاملين تركزوا بقى في الخطوات خطوات هنتبل الدجاج من الداخل والخارج بالملح والفلفل اول حاجة سهلة هيا هنسخن الزبدة في طاصة وتكون طاصة واسعة شوية هنحمر البصل بعد كنحط عليه الفصولية اللي هي مسلوقة والخضروات ووراء اللورو ونقلب لمدة دقتين بعد كده هنتبل الدجاج من الداخل مرة تانية بالكاري هنحش الدجاج بالفصولية والخضروات واللمون ندهن جلد الدجاجة بالزيت ونحطها في الفرن على درجة حرارة مية وستين لمدة ساعة هتبقى كده وهتبقى حلوة قوي جربوا الوصفة دي مش هتندمو هتضبسطة وهنا هقدبها مع الروز جربوا الوصفة دي مش هتندمو